سلامات بدكم تخسروا وزن وتخسروا سكر وتخسروا كوليسترول وتزيدوا قوة الشرايين وتزيدوا من مناعة البكتيريا والبويول جيد اللي موجود في الامعاء والكلون وتنشطوا من عصارة البنكرياس والمرارة اذا تفضلوا هاي اللي موجود قدامكم اللي شايفينه هو بذور الحبق الحبق اللي هو المتعارف عليه الريحان الريحان هي نباتات الوردية البيتية اللي بنستخدمها في الزينة تخرج لنا هذه البذور وهذه البذور لها فوائد جمع باحتواءها على عناصر معدنية طبعا قوية زي الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيزيوم فجيد لصحة العظام وصحة العضلات واعطاءنا للطاقة بتساعد احماض المعدي على الافرازات وعلى هضم الطعام بتنشط من عصارة البنكرياس وعصارة المرارة لانه زي ما انتم شايفين الالياف اللي موجودة هذه الالياف تكبر عشرين ضعف من حجمها بامتصاصها للمياه بشكل كبير فمش فقط بتمتص المياه بتمتص الكوليسترول بتمتص السكر بتمتص العصارة الصفراء وابتمتص عصارة المرارة وهذا عملية تنشيط لهذه العصارات يعني ازالة للعصارات هذه ومساعدتنا في عملية الهضم وفي نهاية المطاف البذور هادي بتمنع من امتصاص السكر والكوليسترول بنسبة عشرين لثلاثين في المية بسبب هذه الخاصية الفايبر هادي اللي هي نوعية الفايبر الموجودة كويسة اسمها البكتين البكتين هذا جيد جدا في عملية الامتصاص وكمان ما تنسوا موضوع البكتيريا والبيول جيد اللي موجود عندنا في الكولون اللي بنتج السيروتونين والهرمونات السعادة والمواصلات العصبية ففي حال اخدنا ملعقتين في اليوم قبل الاكل بنصف ساعة فاحنا بنعمل كمان على عملية ملئ للمعدة والكولون لانه بزيادة الحجم وهذا بيؤدي كمان لشعورنا بالشبع لانه هذه البذور تساعد على افراز هرمونات الشبع فبتعطي اشارات للجهاز العصبي ففي هذه الحالة بنقلل من اكلنا ما تنسوا دور هذه الحبوب في عملية الاسترخاء النفسي عملية الراحة النفسية ضبط هرموني يمنع للحامل او المرضع او العمليات